ترفع إيران وميليشياتها شعارات حب آل البيت والدفاع عن مراقدهم فمن هم آل البيت؟ ما هي مكانتهم في الإسلام؟ لماذا نحب آل البيت؟ من هم الروافض والنواصب؟ وما موقفنا من الطرفين؟ فاصل ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم بعنوان حب آل بيت النبي ما بين الإفراط والتفريط أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف فضيلة الدكتور حسان نقرش دكتوراه في الاستشراقي والمذاهب الفكرية مرحبا بكم دكتور حسان حياكم الله أهلا والسلام مرحبا بكم الله دكتور كما أشرنا في المقدمة حديثنا اليوم مرتبط بشكل مباشر وينصب كل تفكيرنا في هذه الحلقة على موضوع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الإفراط والتفريط قبل أن ندخل في صلب الحلقة بداية لابد لنا أن نعرف آل البيت من هم آل البيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونواله أما بعد الآل في اللغة مأخوذ من أحد معنيين من الأول بمعنى الرجوع والعود ومن الأهل وهنا أبدلت ألهاء همزة فيقال الآل تخفيفا وعلى هذا الآل في اللغة معنيين المعنى الأول أن آل الرجل هم أهله وعياله وهنا المقصود أن خلاف النسب الذي ينسب الرجل فيه لأب الأعلى أو الأدنى فيكون الآل هم الذرية وما نزل من النسب وأما المعنى الثاني وهم أتماع الرجل وأنصاره فيقال أتماع إبراهيم عليه السلام هم أتماع الحنيفية وأتماع محمد صلى الله عليه وسلم هم أمة الإجابة هذا في المعنى اللغوي في المعنى اللغوي أما عند الإطلاق العام عندما نقول آل البيت فالمقصد بهم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أما في تعرف الشرع لأهل البيت ولأهله صلى الله عليه وسلم فلأهل السنة أقوال أجمعها القول الذي يقول أنهم النسب والذرية ومواليهم وأزواجه صلى الله عليه وسلم زوجاته يدخلنا في أهل البيت نعم بدلال الحديث زيد بن أرقم الذي يرويه عنه زيد بن حبان عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم على طريق مكة عند غدير الخم فقام فيه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنما أنا بشر يشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب وأنا تاركم فيكم ثقلين ولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به وأهلوا بيتي أي أن الشيء الثاني الثقل الثاني هو أهل بيته صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال حسين بن سبرت لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه ومن أهل بيته أليس أزواجه أهل بيته قال نعم ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال زيد بن أرقام قال آل علي بن أبي طالب وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس دكتور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لهم على مرتبة واحدة في الفضل لا شك أنه هناك تفاضل بين أهل البيت وخصوصيتهم فلا شك أن هناك من هو يدخل أصالة أكثر وتأكيدا في في مسمى أهل البيت بدلي حديث ما يعرف بآية المباهلة عندما استجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأمر ربه بمباهلة أهل الكتاب فدعا علي وفاطمة والحسنة والحسين وقال اللهم هؤلاء أهلي فدل هذا الحديث على أنه هناك تفاضلا ما بين أهل بيته صلى الله عليه وسلم دكتور يعني قبل الحديث عن موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت وعن مكانتهم وأحكامهم الخاصة في الإسلام يعني لناكم صريحين نجد أنفسنا أمام فرقتين لا بد من الحديث عنهما فرقة تدعى بالرافضة وفرقة تدعى بالنواصب من هما هاتين الفرقتين بداية ثم سنأتي فيما بعد على موقفنا من هاتين الفرقتين بداية الفتنة التي حصلت في ذلك العهد كانت بسبب الخلاف ما بين صحابته في اختيار الوقت المناسب للقصاص من قتلة عثمان بعد ظهور السبائية وحادث مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه هذا الخلاف الذي حصل إنما هو داخل في تقدير الأولوبيات وتدافع المفاسد فهو بباب السياسة الشرعية وليس في باب الأصول والثوابت وفي هذا السياق يجب طاعة ولي الأمر فيما يراه من المصلحة في تقدير الشيء المناسب في ذلك الوقت لكن القتال الذي حصل ما بين الصحابة في ذلك الوقت هو كما ذهب جمهور أهل الصنة والجماعة لأنه قتال فتنة لا يجوز المشاركة فيه من باب أنه كان عن اجتهاد وتأويل في تقدير المصالح والمفاسد من الصحابة الرضوان والله تعالى عليهم لكن هذا الحدث في تاريخ الأمة هذا الحدث العظيم كان من آثاره أن افترق الناس وتنوعت مشاربهم في الموقف من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطريق التعاملهم والآداب المتعلقة منهم مع آل بيته صلى الله عليه وسلم وهنا بدأ ينقسم الشارع للسلام هنا بدأت تظهر هذه الاتجاهات في التعامل مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الغالي الذي وصل لدرجة التأليه في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال بنا أنهم يعلمون الغيب وأنهم ينفعونه ويضرون وهم الشيعة الإمامية الاثنية عشرية ويسمونه كذلك بالرافضة لرفضهم إمامة وبيعة زيد ابن علي ابن الحسين عندما أثنى على أبي بكر وعمر الضلاط على أنهما وقالهما وزيري جدي والاتجاه المقابل من غلى في العداء لآل البيت فناصبهم العداء لذلك سموا بالنواصب ويستحكم فيهم العداء مصرة لبني أمية في خلافهم هل هم موجودون إلى الآن في زمنهم؟ بالمعتقد الأول لا اندثروا مبكرا يقال أنه عندما استلم الخليفة عمر العبد العزيز منع كل مظاهر النصب في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت ومن الفرق أيضا أو من الاتجاهات الخوارج الذين أيضا أنكروا العليين وشنوا عليه ثم قتلوا عليه من الله ما يستحقون دكتور ما موقفنا من هذه أو من هتاني الطائفتين؟ النواصب من جهة والروافض من جهتين أخرى وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة لأن يكونوا في الموقف الوسط العدل ما بين تلك الفرق كلها كما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي وسط ما بين الأمم جميعا فأهل السنة والجماعة متفيقون على محبة أهل البيت وتقدير منزلتهم ومكانتهم ومجوب مناصرتهم وموالاتهم والدفاع عنهم بدون شطط ولا غلوة ولا إفراط ولا تفريط هذا الموقف الذي اجتمع عليه أولي السنة وحكي عليه الإجماع فيما يتعلق في هذه المسألة فهم ينصون على هذا نصا واضحا حتى أن الإمام أحمد يقول من لم يربع بعلي بن أبي طالبة في الخلافة فلا تكلمه ولا تناكحه ما المقصود بيربع دكتور؟ ربع هنا في الخلافة أنه عندما نذكر أسماء الخلافة الراشدين ونترضى عنهم فلا بد أن نذكر عليها كرابع خليفة ولا يسقط من هذا الترتيب وأيضا من قبل من أيام الصحابة عندما بلغ أم المؤمنين مسلمة رضي الله عنها خبر مقتل الحسين تقول قد فعلوها ملأ الله قبورهم عليهم نارا لشناعة هذا الفعل ويقول ابن تيمية رحمه الله أيضا في هذا السياق يقول من قتل الحسين أو أعانى على قتله أو رضيه بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فأهل السنة في كل العصور متواترون ومتوافرون على يعني إنزال أهل البيت منزلتهم والقيام بحقوقهم نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع أمين دكتور قبل حديثنا عن حب آل البيت سنتحدث ونستفيد قليلا في حب آل البيت وبماذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه أهل بيته لكن بداية يعني قد يقول قائل لماذا لا يحب أهل السنة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم يعني الشيعة لماذا لا تحبون آل البيت لماذا لا ترفعون شعارات حبهم وتقيمون لهم الحفلات كما يقال أو المناسبات الدينية لأجل حبهم والتذكير بحبهم نحن نقيم العديد من المناسبات الدينية منها مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لا نقيم مناسبات تعرف بآل البيت وتؤكد على فضلهم وحقيتهم في كثير من الأمور في الإسلام حقيقة الأستاذ محمد أسمحني أن يقول أن السؤال بني على مقدمة خاطئة وهي أن أهل السنة والجماعة لا يحبون آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام غير صحيح البتة أهل السنة والجماعة ينصون نصا صريحا في كتبهم ومؤلفاتهم على أن حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول أهل السنة والجماعة ويجب فيهم الاعتقاد الحسن الجيد وبهذه المناسبة يجدر أن نذكر مسألتين هنا المسألة الأولى أن مجرد النسب لا يحقق الفضل الفضل لا يتحقق مجرد النسب لا بد أن يتحقق فيه إيمان وإتباع للشرع فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبك ما في الحديث عند الإمام المسلم وبالتالي دعوى النسب فقط لا تكفي لأن يدخل الإنسان والفرض لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته فنسب أبو جهل وأبو طالب لم يغني عنه شيئا في هذا الباب ولم يدخل في آل بيته صلى الله عليه وسلم باتفاق الناس جميان فإذا تخلف هذا الإيمان والتقوى من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون في آله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربيين على أعجمي ولا لأعجمين على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى وكما قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن المسألة الثانية اسمح لنا دكتور في المسألة الثانية أن نتحدث عنها ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم أهلا بكم مشاهدين في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر حلقتنا اليوم بعنوان محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإفراط والتفريط نجدد ترحيبنا بفضيلة الدكتور حسان نقرش دكتوراه في الاستشراقي والمذاهب الفكرية مرحبا بكم مجددا دكتور ياركونا أستر دكتور كنا نتحدث قبل الفاصل لماذا لا يحب أهل السنة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كنا توقفنا عند المسألة الثانية وهي ما هو المقصود بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به المحبة الهقيقية لا يست مجرد رفع الدعاوة والشعارات واللافتات فكل أن يحسن ذلك فلا بد من التحقيق معنى المحبة وهي التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجهنا إليه في محبة آل بيته لا أن نحبهم على هوانا أو كيفما نريد فإذا كان الله سبحانه وتعالى اشترط لمحبته متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فمن باب أولى أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته مشروطة أيضا بموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحبة فلا يجوز الغلو فيهم ولا يجوز التنطع في هذه المحبة بل يجب إنزالهم منزلتهم وتقدير نسبهم وحسبهم ومحبتهم وآلاتهم كما ذكر ذلك أهل السنة والجماعة أما ما يثبت حب أهل السنة والجماعة ولا رأسهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم والتابعون إليهم والتابعون لهم بإحسان بعدهم فهو أكثر من أن فهو متواثر المشهور هل لنا بأمثلة دكتور؟ من هذه الأمثلة أن أبذكر رضي الله تعالى عنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي ويقول أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرقبوا محمدا في آل بيته بمعنى أن خذوا بوصيته والتزموا بها وهذه الآثار كلها عند البخاري ومن ذلك أيضا يقول عمر رضي الله تعالى عنه للعباس والله إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم يعني أحب إلي من إسلام أبيه وكان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما إذا مر بالعباس ونزلا عن دابتهم يقفان له إجلالا رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأيضا من ذلك أن زيد بن الثابت على جلالته وعلمه كان يطلب يد ابن عباس حتى يقبلها وابو هراء رضي الله تعالى عنه أيضا طلب من الحسن رضي الله تعالى عنه أن يكشف عن بطنه ليقبله مكان الذي قبله فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عائشة الطاهرة أم المؤمنين الصديقة من الصديق تروي لنا حديث أصحاب الكساء الخمسة الذي عنده الإمام المسلم ولو كانت حريصة على الغض من حق آل البيت وعدم إظهار فضائلهم لبروة هذا الحديث وهذا الحديث هو عمدة الشيعة الإمامية في حصر آل البيت في هؤلاء الخمسة الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم وآل وبيت علي رضي الله تعالى عنهم والأمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي التي تؤكد كلها على هذا المعنى ومن ذلك حوادث الزواج الكثيرة من الصحابة ومن التابعين رضي الله تعالى عن الجميع من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دكتور لماذا نحب آل البيت ماذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بماذا أوصانا تجاه آل بيته محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسبابها ثلاثة أمور الأمر الأول إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني نسبهم وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثالث وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيهم فهذه الثلاث أسباب التي توجب على المؤمن أن يحب توجب توجب طبعا لا شك هذا واجب توجب على المؤمن وحبة آل بيته صلى الله عليه وسلم فإذا اجتمع الأمران وهما الإيمان والقرابة وجبت المحبة لهذا الشخص أو هذا الفرد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طبعا تخلف النسب لا يمكن إلا إذا النسان دعا نسبا كذبا وهذا ليس لا نتكلم عنه في هذا السياق أما إذا تخلف الإيمان فلا ينسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا تجرب محبته وليس له أي من الحقوق الخاصة المتعلقة بالبيت وأما الوصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته فهي وصية حديث يزيد بن حبان الذي هو في غدير خم قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فهذا محمولا على المحبة والولاء والمصرة والدفاع عنهم والبصية الثانية ما قاله أهل العلم في تفسير قول الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة فعلى أحد قولي المفسرين في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب مقابل هدايته وإرشاده للناس للحق وقيامه بالرسالة أنه التمس من أمته أن يقدروا حق أهل بيته فينزلهم منزلتهم ويقوموا بحقوقهم ويحسنوا إليهم ويبرهم فعلى هذا المعنى تكون الوصية جاءت في هذا المعنى في الحديث وفي الآية دكتور هل لهم فضل علينا فضل خاص علينا وهل لهم فضل خاص أيضا يتميزون به عن غيرهم نعم فضائل أهل البيت كثيرة ومتنوعة يمكن إجمالها في أربعة وجوه نحصرها حتى تفهم بشكل سلس الوجه الأول كل ما ثبت حق صحابتي من فضل فهو يثبت للصحابة من آل البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم فهذا الوصف ينطبق على صحابة من آل البيت كعليين والعباس وجعفار والحمزة وعبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وبقية آل البيت والحسن والحسين وغيرهم وفاطمة وهكذا كل هذا الفضل يثبت كل ما ثبت من فضل للصحابة في نصرة الدين وإيواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته والهجرة معه والفتوحات الإسلامية ونقل العلم النبوي لأمة كل هذه الفضائل هي تنطبق على الصحابة من آل البيت أما الوجه الثاني فهو تمسك آل البيت حتى بعد جيل الصحامة بأصول أهل السنة والجماعة فلا يعرف عن أهل البيت غلوا ولا شطط ولا حراف عقدي بل كانوا معظمين للوحي معظمين للسنة متبعون ومجردون التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمرا عظيم يعني لا يستطيع إنسانا يعني يتجاهل هذه المنقبة العظيم أن كلهم متوافقون ومتواترون على هذا التمسك بالاعتقاد الحسن الذي طلبه مننا النبي صلى الله عليه وسلم الوجه الثالث الفضائل والمناقب التي وردت في آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم من هذه الفضائل أنهم تشرع أو يشرع في حقهم من قبل المؤمنين الصلاة عليهم وهنا بمعنى الدعاء وأيضا دعاء لهم بالبرك كما في حديث الصلاة الإبراهيمية في الصحيين فالمؤمن يقول في الصلاة الإبراهيمية في صلاة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم أبارك على محمد وعلى آل محمد هذه نذكرها في كل يوم كم مرة على الأقل سوات عشر خمس مرات أو نعم خمس مرات في خمس صلاوات هذه على الأقل يعني نعم من ذلك أيضا من هذه الفضائل أن نسبهم مصطفى ومختار كما ثمت الحديث صحيح المسلم طاهر نعم فكما ثمت صحيح عنده مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فنسبه مصطفى وذلك يجب الاعتقاد على أهل السنة على المؤمنين عموما أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته من أشرف أنساب العربي قاطبة هذه أمثلة من الفضائل المتعلقة بعموم آل البيت وكذلك محبتهم كما أشرنا قبل قليل الوجه الرابع وهو الأخير هي الفضائل الخاصة التي وردت في أعيان وأفراد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا بيت علي ورد فيه حديث المباهلة كما أشرنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء هم أهلي أيضا من هذه الفضائل أن علي رضي الله تعالى عنه من أوائل المسلمين بل هو أول طفلا أسلم في الإسلام وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في سريره يوم هجرته عليه الصلاة والسلام وهو فاتح خيبر وحامل رايتها رايف تلك المعركة وهو الذي كفى له النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد أبي طالب وهلما جرى من بقية فضائل علي رضي الله تعالى كذلك لو أخذنا فضائل الحسن الحسين فهما سيداء شباب أهل الجنة رضي الله عنهما أرضاهم فاطمة رضي الله تعالى أنها هي سيدة نساء أهل الجنة الحسن أصلح به رضي الله تعالى أنها أصلح به بين فئتين عظيمتين كما في الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فضلها كفضل على النساء كفضل الثريد على باقي الطعام جبريل عليه السلام أقرأها السلام خديجة رضي الله تعالى عنها سانة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها وأقرأ جبريل عليه السلام وما أبدله صلى الله عليه وسلم امرأة الخيرة منها قط والفضائل الكثيرة التي وردت فيه في أعيان آل بيته سواء من بيت علي أو من أزواجه صلى الله عليه وسلم أو من بقية نسبه فحمزة سيد الشهداء وجعفر هو الطيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا جميعا دكتور كما أشرت بأن لهم العديد من الفضائل كذلك أيضا لهم أحكام خاصة في الفقه الإسلامي كان بيودي أن نتحدث عن أحكامهم في الفقه الإسلامي لكن الوقت تداركنا لهذا اليوم وهذه الحلقة إن شاء الله في حلقة قادمة نتحدث عن الغلو في حب آل البيت والغلو في ترك حبهم إن شاء الله هناك موضع أخرى تتعلق بهذا المجال تحدثنا في هذه الحلقة عن آل البيت عن من هم آل البيت عن فضل آل البيت في الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر نعرف أكثر ونخوض أكثر في سيرة أهل البيت وموقفنا وموقف أهل السنة والجماعة من حب أهل البيت وفضل أهل البيت جزاكم الله عنا كل خيرا دكتور حسان شكرا الله لكم جزاكم الله خيرا بسمكم مشاهدينا نشكر فضيلة الدكتور حسان نقرش على حضوره معنا في هذه الحلقة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبل الذكر كنتم لا تعلمون